الاصدقاء سلام الله عليكم ومرحبا بكم في برنامجكم الكورا مع عزيز في هذه الحلقة سنتحدث عن المباراة الاعدادية من الفريق الويداد الرياضي والنادي الافريقي اولا نرى الاستقبال كبير من النادي الافريقي للاستقبل فريق الويداد الرياضي استقبال كبير في اطار المحبة والاخوة في اطارها الرياضي مكونا دخل بالتشكيل الرسمي اللي هو المحمدي كحارس مرمى حركاس ومرمو كمحوري الدفاع مفيد وناسي كظاهرين ايمن وايصر يعني محروس والساخي والزمراوي وعماد انزو وفدي والرايحي فليدخل في الشوت الثاني دخل المترجي وبوهراء واللاعب الديراني والهباج وبوشة وبونا عمار واللاعب الحمراوي ايجابيات المباراة تحسن كبير على المستوى الباداني شفنا مستوى عالي على المستوى الباداني والشتغل فيه مكونة بشكل كبير شفنا قتالية كبيرة ما بين اللاعبين وكذلك الضغط العالي والضغط العكسي شفنا كذلك مترابطات ما بين اللاعبين وشفنا كذلك خطوط متقاربة ما بين اللاعبين شفنا الخروج بالكورة من طرف اللاعبين وهما تحت الضغط بالمستوى وحدة وكذلك بناء العمليات من الدفاع للهجوم واحد شراسة بينه على اللاعبين لشراسة كبيرة وكي بلك ان اللاعبين كلها كي بيطمع على انه يكون في التشكيل الرسمي فبانت قتالية كبيرة دي اللاعبين فبان لهم انه صعيب انه تحرز المكان ديالك في التشكيل الرسمي دي الفاريق الوداد الرياضي ثم غدين تكلمو على السلبيات دي المباراة اول حاجة كينينشي لاعبين ربما ما كيستعبوش على انهم خصوهم يتماشاهم عن نهج الطاكتيكي وان فاريق الوداد خصو يتطور وانك تفقد شوفوا في نسل المستوى من الموسم الفاريق لهاد الموسم كتفقد شوفوا في نسل المستوى مكيحسنش المستوى ديالو فلا اللاعب موفيد ولا اللاعب ناسيك اللي مكنوش كي سندو الهجوم دي الفاريق الوداد الرياضي كذلك مشكل دي الكورات العالية خصوهم يعتمدوا على الموسم الفاريق النادي الافريقي فمش ناش كذلك مثلا موفيد وناسيك انهم اعطوش عرضيات بالنسبة لمنطقة الجزاء ديال فاريق النادي الافريقي ومنها نشوفوا المهارة ديالمهاجيمين والامكانيات ديالهم كذلك مشكل دي الكورات العالية بالنسبة للدفاع ولا الهجوم فكل الكورات كانت كتكون من ناصيب لاعبين ديالنادي الافريقي فاللاعبين خصوهم كذلك يعتمدوا على المهاجيمين الوسط الميدان خصوهم يعتمدوا على القدف من بعيد باش كيحسنوا او كيكون حل من الحلول الهجومية ديال فاريق الوداد وتسجيل الاهداف كذلك حارس المرمى من الشروط الاول كيبان على انه خارج بزاف وحنا بقى موصلناش مثلا الفارق الوداد الرياضي بقى موصلش لواحد الانسجام كبير ما بين المدافعين والحارس الشي اللي ترتب عليه وحد هداف ديال مرمى لكورة ردى الحارس بغير ردى الحارس مهاش راسو والحارس يعني كانت هو مخداش تمركوس جيد لطلب الكورة كذلك الوداد خصاء مهاجم اللي غادي يترجم الفرص الى اهداف وتكون عنده امكانيات كتوافق النهج الطاكتيكي اه دي الوداد او دي المكوينة فعلى العموم بين مرضود لا بأسابي بحكم انها اه مباراة اعدادية للموسم القادم وكناك انعرفو ان التداريب والتحضير العام كيكون شوية مبني على التداريب المكتافة اللي كترهاق اللاعبين وبقى ما باش دوش الريتم ديالهم باش يمكن انهم يقدموا جميع الامكانيات ديالهم او او ارق الاعتماد ديالهم بالنسبة للتشكيل الرسمي دي الفارق الوداد الرياضي وطبقوا الفكر الطاكتيكي دي المكوينة الفكر الطاكتيكي دي المكوينة اللي كيتطلب لياقة بدنية عالية وتركيز عالي باش يمكن توصل المستوى اللي كيتطبحوا عليه جميع الجمهور ديال الفارق الوداد الرياضي وبالتالي يكون يعني يحاول انه يحرز القاب اللي يرضيوا بها الجمهور ديال الوداد الرياضي وطبقوا التعليمات ديال الفارق او ديال المدريب مكوينة اللي الفكر دياله بدك يبان مع مور الوقس مع المباراة فالمباراة القادمة فبغينا نشوفو خاليط ما بين تشكيل ديال الشوت الاول وتشكيل ديال الشوت الثاني فاللاعيبي اللي بينوا في الشوت الثاني فاقسم يكونوا اه في تشكيلة الرسمية ديال المباراة الاعدادية القادمة فاش بدك تبان المآلم ديال الشكيلة الرسمية اللي غد يخوض بها فارق الوداد الرياضي الموسم القادم وشكرا شكرا